اشتركوا في القناة بغض النظر عن العمالة الانتسية كترميم ما ترميم حاولنا قدر المستطاع البحث عن جميع العناصر التي تساعد على جعل هذه أن يكون مستمرة تاريخيا وحضاريا اقتبسنا من جميع الكنائس الشرطية كيونانية كبيزنطية كروسية اليوم وبعد مرور سبتين عام على هذا الافتتاح رأينا بعد كل هذا الوقت نظرا للعوامر الجوية ولا الظروف التي مرت بها المنطقة من ارهاب وحرق ونتعرض اطلعه بشكل مباشر من تبائف ورصاص بسبب الاشتباكات التي شهدتها المدينة في عام 2014 و15 و16 وفرض الارهاب حفيفة على بعد مئات الامتار كانت موزودة ولكن رغم تأثر البناء الا ان النفوس لم تتأثر وبقيتها بالجنيسة صامنة بالشعبها وكهنتها ومفارنتها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر